السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم أنشطة للتركيز للطفل ما بين السنة إلى سنتين رح أتمم الفيديو السابق لأن الفيديو كان طويل لأنه لازم تشرحي كامل التفاصيل كين هذا اللعبة بهذه الأشكال وبألوان مختلفة كيف تعلمين الطفل اللعبة بها أولا نخلي الطفل يلعب وحده في الأول يعمل واشحب هذه الأشياء يعني يكونوا في مكانهم وهو يعمل مثل ما عملت الآن يعني ينزحهم من مكانهم وكامل الأطفال يحبوا هذه الأشكال الدائرية ولماذا فيها ألوان مختلفة؟ لأنه الطفل من سنة إلى سنتين يبدأ النطق يعني تحفزيها على النطق كذلك طريقة التدريب أنك بعد ما تخلي الطفل هو اللي ينزع هذا الأشكال من مكانها في الأول هو ما رحش يفرق طبعا ما بين ما بين الألوان وما بين الأشكال بأنه كاين وحدة كبيرة وحدة صغيرة وهذا اللعبة تتركز على أنه يجب أن يمسك الدائرة الأكبر إلى الدائرة الأصغر هو ما رحش يعرف يركز في الأول لازم أنت تعلميه الطريقة وتمسكي طبعا أكبر دائرة وتعملها له في يده وتحاول أنك تعلميه كيفاش يدخلها يعني في الأول لائما أول تدريب يعني تكون اللعبة جديدة بالنسبة للطفل لازم أنت تعلميه كيفاش يلعب بهذه اللعبة هو الطفل ما رحش وحدة هي عرف يلعب اللعبة لازم أنت تعلميه تمسكي له يده والدخلها له في المكان المناسب وتتحتي معه تقولي له أزرق دائرة زرقاء أو كاللي تسميها كعكا أو تسميها لها كما حبيتي يعني مهمة يعني تذكر لها اللون باللغة اللي تحبيها فرنسيا إنجليزية يعني للمغتربين ما يهمش المهم أنك تتكلمي معه وتذكر لها اللون وتجيبو له خضراء هو بيده هو اللي يمسك اللون هو اللي يمسك الدائرة ولكن أنت لتساعده بهالطريقة هكذا بش يوضحها في مكانها بعد ما تكملي كامل اللعبة تسفقي له وتفرحي به وكأنه هو اللي يعملها برغم أنك أنت اللي راكي ساعدته به 100% ولكن يعني يسفقي له وشجعه بأنه هو قادر يعمل هذا الشيء وهذا كما هنا راكم تشوفوا لتحت يعني تمشي وتجي كما هذا كما الأرجوحة كما تشوفوا للتسلية يعني غيب أصبعك بالأصبع لو حركتها هكذا راح تبقى تتحرك وحدها هنا في المرحلة الثانية بعد ما انت عاونته 100% خليه هو يتعلم فاليوم التالي مش في نفس اليوم تدري له شحال من تدريب اليوم التالي التالت على حسب الطفل يعني مدي لها مدي لها كيمارا هاكا جاهزة وشوفي هو وش يدير هو ممكن راح يحكمها من الأسفل ويرميها بهذا الشكل هاكذا يرميها كامل بهذا الشكل ينزحهم تماما ابني كان يفعله مثل هاك ابني متوحد الأطفال العاديين أو اللي عندهم توحد خفيف ممكن راح ينزحهم واحدة بواحدة ممكن راح يحكم إلا شفتي الطفل نزحهم واحدة بواحدة يعني هذا الطفل يراه طبيعي وراه مركز أو حتى ولو عنده توحد أكيد يكون عنده توحد خفيف على بها يعني بهدوء يعني نزحها واحدة بواحدة ولكن أطفال توحد لأنه توحد شديد مثل ابني ما راح يكون عندها صبر لذلك راح يمسكها من الأسفل ويرميهم مع بعض أنت في المرحلة التانية سمي له بالوحدة وش تعملي رط بهم له فوق الطاولة أو فوق الأرض وين راكي تلعب معه يعني عادي بهذا الشكل يعني وحدة قدام وحدة هكذا بشير فد الأولى ومن بعد الثانية يعني من الكبيرة حتى الصغيرة من الأكبر إلى الأصغر وحدة قدام وحدة بهذا الشكل فوق الطاولة هو لازم يعني يرفض من الأكبر ويرفض هذا بعد هذه و بعد هذه يعني غير بالشوية وشوفي إذا شفتي يسمي له في الأول وقلي له هذه الأكبر ومن بعد هذه تانية تالتة هو أكيد راح يكون مفروض أنه يكون يفهم كلام الأم حتى ولو كان ما يتكلمش ولكن يكون يفهم الكلام إذا ما كاش يفهم الكلام هذا يعني أن الطفل راح عنده تأخر يتأخر في الدكاء يقولوا هنا يعني غير إلا شتي الطفل يعني ما فهم ما فهماك شو ما حاولش يعني قربيله قربيله الكبيرة بقربه ديرها لها الكبيرة بقربه يعني سهلي لهالأمور والتانية لاسقه بجنبها بهذا الشكل يو وخليه إذا كان طفل تواحد خفيف أكيد لما تقربيله هذي راح يمسكها ويحاول يلعب هكذا يقلبها وانتي يعني عاونيه باليد الأخرى عاونيه باش يوضحه يعني في المكان المناسب وشجعه وحضنه وبوسيه يعني فرحي به أو مدي لها شيبس أو شوكولاتة أو شيء يحبه حتى تشجعيه أنه عملها بشكل جيد وهكذا ولكن إذا شفت الطفل أنك قربت له مثلاً الخضراء بقربه وراءها الصفراء وتجاوز الخضراء التي بقربه وراح حمل الصفراء اللي أبعد منها عارفي أن هذا الطفل ما راهوش مركز معك وأنه خاصه تدريبات كثيرة لأنه ما سمعش الهضراء اللي كنت تهضريها يعني ما سمعش الكلامك أو ما فهمش الكلام اللي قلته أو أنه ما كاش مركز معاك تماماً يعني خاصه يعني يومياً تدري له هذا الشيء تدري الخضراء وبعض الصفراء نفس الشيء بالوحدة بالوحدة كل ما ينزع وحدة قربي لها التي تليها يعني أنت تمدي له الجواب أنت تمدي له الجواب حتى يكملهم ولكن إذا شفت مثلاً مثل ابني كان يعني في حالة يرتلها السنة الماضية نمدلو مثلاً الصفراء هي بقربه وبعدها برتقالية يمسكهم مع بعض هكذا يعني ما كان شي يسمع الكلام ولا يركز ولا أنه ينتبه للألوان أو الأشكال لا شيء يعني الصفر كان تركيز تعبني الصفر السنة الماضية هذه اللعبة ما كاش يعرف يقدر يديرها نهائياً ولكن الآن الحمد لله رها يعرف يلعب بها عادي بسرعة البرق يعني يقدر يديرهم الحمد لله ولكن ما زالها متأخر جداً التدريبات فيها فايدة كبيرة لزيادة تركيز الطفل وكين ألعاب كثيرة كل فيديو رح ندلكم فيها لعبة لأنها كثيرة وربي يشفي لأطفال توحد الله يشفي أطفال توحد وهذه الألعاب كما قلت لكم أنهم للأطفال العاديين أيضاً ليس فقط لأطفال التوحد وما تنسوش الاشتراك في القناة وضغط زر الإعجاب ليصلكم كل جديد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر